بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم مرة اخرى اعزائي والعود احمد ووصلنا الى الملاحظة السابعة التي تتعامل مع الدوال الجذرية للدليل الفردي سبق وان تكلمنا عن الدوال الجذرية للدليل الزوجي وقلنا ان مجالها هو القيم التي تجعل داخل الجذر اكبر او تساوي صفر ولكن مجال الدالة الجذرية للدليل الفردي هو R وعليه فان اي دالة جذرية دليلها فرديا هي مستمرة دوما ولكن لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها الا بعد الاشتقاق كما سنلاحظه الان اعزائي اذا ابقوا معي مع الملاحظة السابعة اذا كانت الدالة الجذرية دليلها فرديا فانها مستمرة دائما لان مجالها هو R ولا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها الا بعد الاشتقاق فاذا لم ينزل الجذر الى المقام فهي قابلة للاشتقاق اما اذا نزل الجذر الى المقام فتكون غير قابلة للاشتقاق الا اذا كانت جميع العناصر التي تجعل المقام صفر لا تنتمي الى الفترة المفتوحة المعطات ماذا اقصد بهذا الكلام اعزائي سوف نناقشه بشيء من التفصيل لو كانت الدالة الجذرية للدليل الفردي بالصورة التالية افوف اكس تساوي مثلا جذر اكس ناقص ثلاثة وهذا الجذر تكعيبي لكي لا يكون هناك اشكال بالتلاثة اذا اكس ناقص ثلاثة وجذر تكعيبي ماذا عند تحويلها الى اسس اكس ناقص ثلاثة عفوا وسواحد على ثلاثة شنو المشتقة مالتها هذه المشتقة مالتها الفتحة للأكس تساوي واحد على ثلاثة اكس ناقص ثلاثة والسالب ثلاثة في مشتقة داخل القوس واحد اذا وتساوي واحد على ثلاثة الجذر التكعيبي للأكس ناقص ثلاثة تربية اذا هذه الدالة كانت دالة جذرية دليل فردي اذا السؤال الاصلي هي دالة جذرية دليل فردي لكن المشتقة هي شنو المشتقة دالة نسبية اذا لانها دالة جذرية لا اشكال فيها ولكن لانها دالة نسبية مجالها اذا سيكون المجال هنا للمشتقة وليس للدالة هو ارما عداء القيم التي تجعل المقام صفر وهي ثنية فاذا كانت الفترة المعطاة في السؤال مثلا واحد ثلاثة عند مقارنتها مع الفترة المفتوحة هل الثنية موجودة في الفترة المفتوحة نعم موجودة اذا الدالة غير قابلة للاشتقاق ولا يمكن تحقق لا رول ولا القيم المتوسطة اما اذا كانت الفترة في السؤال هي مثلا على سبيل المثال الفترة هي اثنين سبعة عند مقارنتها مع الفترة المفتوحة هل الثنية تنتمي الى الفترة المفتوحة اثنين سبعة لا تنتمي اذا تكون الدالة قابلة للاشتقاق اذا هنا الدالة الجذرية للدليل الفردي اعزائي هي مستمرة دوما لان مجالها ار لكن لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها الا بعد الاشتقاق زين اشتقيت اذا المشتقة صارت دالة نسبية اشوف القيمة اللي تجعل المقام صفر اذا موجودة بالفترة المفتوحة اقول غير قابلة للاشتقاق وخلاص واذا ما موجودة بالفترة المفتوحة اذا اقول قابلة للاشتقاق وكمل زين اذا كانت الدالة اعزائي بالصورة التالية لو كانت الدالة مثلا افوف اكس تساوي الجذر التكعيبي للأكس للأكس ناقص اثنيا مثلا اص خمسة هذه اش راح يساوي راح يساوي اكس ناقص اثنيا اص خمسة على ثلاثة عندما اقوم بايجاد المشتقة اذا اففتحة للأكس هذه اش راح يساوي اففتحة للأكس راح يساوي خمسة على ثلاثة اكس ناقص اثنيا اص شقد اص اثنيا على ثلاثة بما ان الاسس موجبة فلا حاجة الى تنزيلها الى المقام اذا راح يصير خمسة على ثلاثة الجذر التكعيبي للاكس ناقص اثنيا تربيع والدالة ومشتقتها هي دالة جذرية دليل فردي اي انها مستمرة وقابلة للاشتقاق نعود الى الملاحظة التي ذكرناها اذا كانت الدالة جذرية دليلها فرديا فانها مستمرة دائما لان مجالها هو ولكن لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها الا بعد الاشتقاق تتذكرون اعزائي الدالة الجذرية للدليل الزوجي قد تكون مستمرة وقد تكون غير مستمرة ولكنها ان كانت مستمرة فهي بالتأكيد قابلة للاشتقاق الدالة النسبية قد تكون مستمرة وقد تكون غير مستمرة وان كانت مستمرة فهي بالتأكيد قابلة للاشتقاق حسب الأمثلة التي ذكرت ولكن الدالة الجذرية للدليل الفردي هي بالتأكيد مستمرة ولكن لا يمكن معرفة قابلية اشتقاقها إلا بعد الاشتقاق إذا نسى هنا اشتقيت شا انتظر من المشتقة؟ من المشتقة الجذر إذا ما نزل للمقام فهي قابلة للاشتقاق الجذر إذا نزل للمقام والقيمة التي تجعل المقام صفر ما موجودة بالفترة المفتوحة هم قابلة للاشتقاق الجذر نزل للمقام والقيمة التي تجعل المقام صفر موجودة بالفترة المفتوحة عندها تكون الدالة غير قابلة للاشتقاق والسؤال هنا يتحدث عن ابحث تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة على الفترة المعطات وإن تحققت جد قيمة C أقول له هاتي ما عندك؟ يقول أن السؤال هنا أمامنا بي أوف أكس تساوي الجذر التكعيبي للأكس زائد واحد تربيع والأكس تنتمي إلى سالب 2 سبعة إذن هذه دالة جذرية دليلها فرديا سأقول أن الدالة مستمرة على الفترة المغلقة سالب 2 سبعة لأنها تقع ضمن مجالها R ولكن عند قيامي بالاشتقاق ما هي الأخبار التي وصلت مع المشتقى بأن المشتقى تحولت هذه إلى دالة نسبية القيمة التي تجعل المقام صفر منه هي سالب واحد إذن مجال المشتقى هو R معدد سالب واحد هل السالب واحد موجود بالفترة المفتوحة سالب 2 سبعة؟ نعم موجودة إذن الدالة غير قابلة للاشتقاق ولا يمكن تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة أعزائي ماذا لو كان السؤال حسب ما موجود أمامكم؟ ماذا لو كان السؤال B of X تساوي الجذر التكعي B للX زائد واحد أس أربعة ولنفس الفترة سالب 2 سبعة ماذا لو كان نفس السؤال السابق ولكن الفترة هي سالب واحد سبعة سأحل لكم السؤال الأول وأترك السؤال الثاني واجبا عليكم أرجو أن تقضوا معه وقتا ممتعا حظا موفقا أعزائي إذن سنعود إلى السؤال معا وسوف نختار أحد الأقلام لنبدأ بالكتابة وسأختار هذا اللون وسنبدأ بالسؤال إن شاء الله إذن لو كان السؤال F of X كما ذكر الآن يساوي الجذر التكعيبي لمن؟ للX ناقص واحد أس أربعة وكانت الفترة في السؤال هي سالب اثنين سبعة إذن أولا الدالة مستمرة على الفترة المغلقة سالب اثنين سبعة لأنها تقع ضمن مجالها R ولكن ثانيا لا يمكن معرفة قابلية الاشتقاق إلا بعد إيجاد المشتق بعد أن أحول الدالة إلى F of X تساوي ماذا؟ تساوي X ناقص واحد أس أربعة على ثلاثة إذن كيف ستصبح المشتق الآن؟ إذن الفتحة للX تساوي ماذا؟ تساوي أربعة على ثلاثة X ناقص واحد أس واحد على ثلاثة هل نحتاج إلى تنزيل الجذر إلى المقام؟ بالتأكيد لا نحتاج إلى ذلك لأن الأسس موجبة إذن X ناقص واحد ما هو مجال المشتق إذن لأن مجال الدالة الأصلية R إذن مجال المشتق أيضا سيكون R أعزائي إذن الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة سالب اثنين سبعة لأنها تقع ضمن مجالها ثم سأكتب هذه الكليشة التي اتفقنا عليها توجد قيمة واحدة على الأقل C تنتمي إلى الفترة المفتوحة تحقق ماذا؟ تحقق مساوات ميل المماس اللي هو F فتحة للس بميل الوتر اللي هو صورة الB ناقص صورة الA على B ناقص أي؟ إذن تم الاشتقاق بدلالة X إذن فقط أحولها إلى C إذن F فتحة للC تساوي أربعة على ثلاثة هنا أعتذر أعزائي جذر تكعيبي الجذر التكعيبي لماذا؟ لمن؟ للـ X أو للـ C عفواً للـ C ناقص واحد إذن هذا شيء يمثل؟ إذن هذا يمثل ميل المماس ميل الوتر صورة السبعة ناقص صورة السالب اثنين على السبعة زائد اثنين إذن إش قد هي صورة السبعة؟ رح أعوض مكان كل X سبعة إذن رح يصير الجذر التكعيبي لماذا؟ هنا سبعة ناقص واحد إذن هنا السؤال حتى يكون نفسه سؤال الكتاب عزائي سوف أغير هذا سوف أجعله زائد واحد لكي تكون نتائج أكثر سهولة بالحال إذن هنا رح يكون صورة السبعة تساوي إذن هنا أيضا سيصبح X زائد واحد وهنا يبقى C زائد واحد صورة السبعة سبعة زائد واحد سيكون ثمانية إذن جذر التكعيبي للثمانية ثمانية أس أربعة إذن هذا رح يصير ثمانية أس أربعة وعندما أعوض السالب اثنين سالب اثنين زائد واحد سالب واحد إذن الجذر التكعيبي للسالب واحد أس أربعة على سبعة زائد أثنين تسعة وسيكون ميل الوتر الجذر التكعيبي للثمانية اثنين اس اربعة هو ستعش ناقص واحد على تسعة ويساوي خمسطعش على تسعة اللي هو خمسة على ثلاثة ميل الوتر ومن ثم سأقوم بمساواة ميل المماس بميل الوتر وأختصر التلاثة وأكعب الطرفين وأحل المعادلة للحصول على الجواب المطلوب اثن اربعة على ثلاثة الجذر التكعيبي للسي زائد واحد يساوي خمسة على ثلاثة بعد ان اختصر التلاثة وقسم على اربعة سيكون لدينا الجذر التكعيبي للسي زائد واحد يساوي خمسة على اربعة بتكعيب الطرفين سيكون سي زائد واحد يساوي مية وخمسة وعشرين على اربعة وستين احول الواحد الى الطرف الاخر اذن سيكون الجواب واحد وستين على اربعة وستين اي كسر بسطه اصغر من مقامه هو او بوينت هذه ايضا ساجعلها موجب اذا او بوينت بالتأكيد ينتمي الى الفترة المفتوحة سالب اثنيان سبعة اذا هذا ما يخص السؤال الذي طرحناه وسأترك عليكم السؤال الاخر واجب هذا السؤال والفترة سالب واحد سبعة حظا موفقا اعزائي الطلبة وبهذا السؤال نكون قد انهينا مبرهنتين رول والقيمة المتوسطة سننهي هذا الجزء اعزائي وقبل ان يحين موحد السحور ساكون معكم في الجزء الاخير وموضوع التقريب ابقوا معي ولا تذهبوا بعيدا في احوان الله اشتركوا في القناة